السلام عليكم تلميذات أولى علام باكالوريا نحاول نديره تطبيق حول درس تمتيل مبياني لدى العادة ديه فيما يخص هذا التمرين هذا هو التمرين مفرق للجوج أزاء الجزء الأول يتحدث على الدلة جيدو إيكس والجزء الثاني يتحدث على الدلة أف دو إيكس بنسبل الجزء الأول الجزء الأول الذي يهمني فيه هو إشارة جيدو إيكس بحيث أن إشارة جيدو إيكس ستحدث إشارة أف بريم كان عودة أف بريم قلنا أن تغيرات أف كالتعلق بالإشارة ديه أف بريم إذن جدي إيكس قد تعطيني الإشارة ديه أف بريم منها غانسنتش تغيرات أف دي إيكس إذن بدأ بالسؤال واللي هو تحديد دي دو إيكس ينتمي دي دو إيكس ينتمي دي دو إيكس في الدلاج جيدو إيكس عندي جدر إيكس إذن كنعرف بأن داخل جدر أكبر أو يساوي صفر إذن جمعة تعريف الدلاج جيدو إيكون هو صفر بليس لا أف ممكن تكتب أغ بليس كما قلنا حاول تجنب الترميز حقا السؤال اللي يجي من بعد هو تحديد نهاية عندما حدد دو دو أعف النهاية عندما حدد مجال تعريف الدلاج جيدو إيكس عندي المحدة اللولة اللي هي صفر والمحدة الثانية اللي هي بليس نافيني إذن نحسب النهاية اللولة لدينا لليمت ديال جيدو إيكس إيكس يأول صفر نعوض جيدو إيكس بالتعبير اللي هو لليمت إيكس يأول صفر إيكس الجدر إيكس ناقص واحد اللي أعوضت النتيجة تكون هي ناقص واحد لليمت ديال جيدو إيكس عند صفر كيأتيني عند صفر كيأتيني عدد هنا بحالك نحن نهضر على نقطة يعني بلا طلب تأويل عن داسي بحالك نهضر على إحداثية نقطة ضد الأفصول الصفر والأرتوب واحد ناقص واحد نشون المحدة الثانية اللي هي بليس لانفيني لدينا لليمت إيكس يأول بليس لانفيني ديال جيدو إيكس نعود جيدو إيكس بالتعبير اللي هي لليمت إيكس يأول بليس لانفيني إيكس الجدر إيكس ناقص واحد تساوي إذا أعودنا بليس لانفيني أو نرسم السيدو إيكس الهدف ديال جيدو إيكس سأحاولنا نعطي أسئلة باش تألموا يعني النهاية والتأويلات العندسية ما في الجزء اللي ورعه ما كاهمني الرسم السيدو إيكس السؤال الثاني تحديد الفرع اللانهاية إن إذا كانت لا ليمت فلانفيني أعطتني لا ليمت فلانفيني إذا تأويل هذا ما كانش يعني ضروري ندخل في السؤال لكي يجي من بعد وتحديد الفرع اللانهاية لدينا حسب السؤال السابق أن لا ليمت إيكس يأقول بليس لانفيني ديال جيدو إيكس كانت النتيجة هي بليس لانفيني إذا المرحلة يجي من بعد هو التحديد خاصة ننوصل التأويل الهندس كيفاش غاد نحساب لا ليمت قلنا جيدو إيكس على إيكس المرحلة يجي من بعد فاش كتلاقي لا ليمت فلانفيني قلنا جيدو إيكس أو الدلال عندك على إيكس هناك حالات يقدر الصفر يقدر لانفيني يقدر عدد نبدأ في التطبيق لدينا لليمت إيكس يأقول بليس لانفيني ديال جيدو إيكس على إيكس كتساوي نعوض جيدو إيكس بالتعبير إيكس إيكس جدر إيكس ناقص واحد على إيكس هناك كل واحده كيفاش غيخدمها النهاية نهاية كل واحده الطريقة لليك أهمناك إنه هو التسلسل المنطقي هناك اللي غيعمل صحيح أنا غادي نفرق إلى المقام ليوانية النتيجة لأنوصلها بالتأمين كتساوي نفرق المقام إيكس يأقول بليس لانفيني إيكس الجدر إيكس على إيكس ناقص واحد على إيكس هنا ممكن نختازل بإيكس لليميت إيكس يأقول بليس لانفيني ديال جدر إيكس ناقص واحد على إيكس نتيجة دياله النهاية هذه هتكون هي صفر واحده لانفيني صفر قتلنا جدر إيكس بليس لانفيني هي النتيجة النهائية هي بليس لانفيني إذن فاش حسبنا للميت ديال جدر إيكس على إيكس إيكس يأقول بليس لانفيني النتيجة كانت هي بليس لانفيني إذن للميت ديال جدر إيكس على إيكس كتساوي بليس لانفيني تأويل الهندسي قلناك يكون فرع شلجامي اتجاوه محوال الآراتي بالصدقاء فنكتبه بلون مؤاير يقبل فرع شلجامي اتجاوه محوال الآراتي بجوار لانفيني كندرسة بلسانفين اذا هذه هي النتيجة النهاية لانفيني وصد التأويل الهندسي اللي هو فرع شلجامي اتجاوه محوال الآراتي ده بس هليت مع النهاية ده بس سؤال اللي كي يجيب من بعد هو الرطاب الهدف دياله ان من جدول التغييرات يمكنني نحدد اشارة جي دي اكس ده السؤال الموالي اذا تحديد السؤال الموالي تحديد مشتقة دالة جي دي اكس لدينا جا دالة قابلة للاشتقاء اذا نجاب بريم دي اكس هي المشتقة ديال اكس الجدر اكس ناقص واحد بريم عندي ناقص ممكن نفرق بريم اعطيك اكس الجدر اكس بريم لدينا ناقص هزائي ممكن نفرق بريم نضرب القسم لناقص واحد بريم المشتقة ديال واحد الصفر هنا كما قلنا نضرب القاعدة هي اف ضارب ج بريم نطبق القاعدة هي اكس بريم اف بريم ضارب جي دي اكس اللي هي جدر اكس زائد اكس في جدر اكس بريم المشتقة ديال اكس هي واحد اقلنا جدر اكس زائد اكس في المشتقة ديال جدر اكس هي واحد على جوش جدر اكس النتيجة هي جدر اكس زائد اكس على جوش جدر اكس نحاول نتخلص هنا من الجدر في المعقا نتاوي الجدر اكس نتخلص من الجدر قناعه في المعقا ما هي اكس جدر اكس على جوش اكس نختاز لبواحد اكس ستبقى ندى اللي هي جدر اكس زائد جدر اكس على جوش نواحد المقام اذا جبريم دي اكس الى واحدنا المقام وتعطيك ثلاثة على جوش جدر اكس اذا المطلب هو هذا التحديد جبريم جبريم دي اكس يعني ما تطلب منك انك تدرس الاشعارة يعني تقول لك تحديد الشكل يعني ولا التعبير جبريم دي اكس سؤال موالي هو ادرس تغيرات يعني ناقش لالاشعارة جدو اكس ادرس تغيرات جدر اكس اذا انا لاحظة معي جيدو اكس المتغير يعني في جدر اكس اذا انا نربط الاشعارة جبريم تعبير جدر اكس اذا انا نربط الاشعارة جبريم تعبير جدر اكس مهما يكون اكس كين تامي المجال تعريف الثالة اللي هو الصفر بليس لاعن فيني عندي جدر اكس اكبر او يساوي صفر يعني موجب اذا اضربته في ثلاثة علاجة يبقى موجب اذا مهما يكون اكس كين تامي الصفر بليس لاعن فيني يعني قلنا ثلاثة علاجة وخمضربة في جدر اكس القديمة موجب لي هو التعبير يال جبريم دي اكس اذا جبريم دي اكس اكبر او يساوي صفر اذا كانت دل مشتقه موجبه قلنا التغيرات ستكون دل تزايدية اذا سيمكني استنتج بان الجي تزايدية على المجال اللي كان درس عليه اللي هو zero plus على zero plus نعفين اذا استنتج تغيرات دل الجي يجي السؤال من بعد يطلب منك انك توضع جدول تغيرات لحقا سنطلب منك غير ادرس السؤال جي اذا انا اضع جدول تغير الدل الجي المتغير عندي هو اكس هنا كنا مجال تاريخ دل الجي جي بريم دي اكس هنا جي بريم دي اكس قلنا الدل الجي ممكن نعوض بصفر جي بريم دي صفر اتعطيكم هي صفر يعني ممكن نعوض بصفر ما عندي مشكلة قلنا الاشارة دي جي بريم موجابة ودى الليلة كانت جي بريم موجابة دلات كنت زي فكما اذا ما كملت الحقا ستطلب منك النهاية يعني ضروري نوضع نهاية قالنا نهاية عن ناقص السفر هي ناقص واحد وعند بليسنافيني تعطي النتيجة بليسنافيني ننظر على هذا الجدول نرجع لنا ندير معلم قلنا الدلة تزايدية بادية من نقطة ذات الاحداثية صفر واحد صفر ناقص واحد يعني هاتجينا وغادي تزايدية يعني من صفر ناقص واحد وغادي تزايدية فرع الشجامي سيكون اكمل يعني هاتجينا محور الاراتيب لا تفهمني اشارة الجدو ايكس إلا لاحظة معي طرف من الدلة الجدو ايكس مرسم تحت محور الأفاصيل وطرف الآخر مرسم فوق محور الأفاصيل قلنا الدلة الليلة ثم ما اصدحت محور الأفاصيل قلنا الدلاب يعني من صفر لهذه النقطة ذهي وغاديا الدلانة مرسمة تحت محور الأفاصيل قلنا الدلانة مرسمة جد thanks to my others لدلانة اتكون موجابا إذا ترسم التالة للطاعة في هذا المجال بجاز المرسوم فونافين مرسمها فوق فوالطاعة 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 في الحاور الافاصيل إذن نطلب مني تحديد الإشارة للجديد X يعني سنرى هذه النقطة التي تفصل تحت محوى الأفاصيل فوق محوى الأفاصيل إذن يكفي أن نحسب جديد X تساوي صفر لذلك هذه النقطة التي تقطعها من محوى الأفاصيل أراطيب تعطيني صفر إذن نبدأ لدينا جديد X تساوي صفر تكافي نعود جديد X بالتعبير اللي هو X الجدر X ناقص 1 تساوي صفر تكافي إذن الفكرة أن هذا ندخل عليه الجدر يعني نكتب الجدر X والسيتنان ولكن ماشي غير جيدة ودخلت الجدر الحقاش X كنتامي نكتب هنا لأن X كنتامي عدد موجه باش ندخله داخل الجدر في الجدر X ناقص 1 تساوي صفر تكافي إذن هنا عندي جدر A في الجدر B هل عن طبق إلى عندي الجدر في الجدر يمكن ندخل جدر X والسيتنان ضارب X ناقص 1 كتساوي صفر تكافي جدر X هي جدر X والسيتنان في X هي جدر X والسلاتة ناقص 1 كتساوي الصفر ندخل واحد للطرف الآخر إذن الجدر X والسلاتة جدر مربع كتساوي واحد باش نتخلص من الجدر مربع يكفي أنني نرفع والسيتنان هي X والسلاتة كتساوي واحد تكافي أن X والسلاتة ناقص 1 كتساوي الصفر وتطابقها من درجة ثلاتة هي X ناقص 1 عامل X والسيتنان زائد X زائد واحد تساوي الصفر أنا نظر على جدر عددين كتساوي صفر تكافي أن X ناقص واحد كتساوي الصفر أو X الستنان ناقص زائد X زائد واحد كتساوي صفر تكافي أنا X كتساوي واحد أنا إذا أخذ معلها هذه معادلة من الدرجة الثانية تلقى طيلة كتساوي أصغر من صفر إذن ليس لها حل في أغ إذن الحل هو أن X كتساوي واحد وبالتالي أن GDX كتساوي هذا واحد كنت بمجال تالي في ذن حل كتساوي صفر تكافي أن X ساوي واحد يعني إذا عوضت X بواحد GDX ساوي صفر نرجع هذا بالجدول التغير إذن العدد الذي كان نقلب عليه الذي يفرق لي الإشارة هو واحد يعني كين يعني الصورة ذي قلنا إذا عوضنا X بواحد سيقوم الصفر إذن كندير تمديد سيقوم سيقوم الصفر هنا إذن نفترض هذا هو محور العفاصي هذا الجزء المرسوم تحت سالب الجزء المرسوم فوق هذا المحور هذا موجب إذن على المجال الصفر واحد دي من هنا لأن على المجال الصفر واحد هذا الجزء مرسوم تحت محور الأفاصيل إذن دلة سالبة إذن J سالبة وهذا المجال الآخر من واحد البليس لانفيني الدلة مرسوم فوق محور الأفاصيل إذن جزء هنا موجب إذن نحاول نلخص إذن قد ما ما يكون إكس كين تامي الجزء اللي مم سافر الواحد جيد إكس مرسوم تحت محور الأفاصيل إذن سالبة أو تساوي سافر لحقا جدخلت واحد الصورة دي الواحد قد نصف ومعما يكون إكس كينتامي الواحد مفتح اللي سافرني الجيد إكس دالة مجابة قطعا أنا ما كينتامي واحد وحد خذيتم مفتح إذن كخلاصة هالجزء كيهمني في هات جي يعني إشارة الجيد إكس اللي قلنا اللي هتعاون باش نجبدو الإشارة دي الاف بريم دي اكس وهذا اف بريم دي اكس سأتعطيكم جدوة تغير دالة اف إذن جزء اللول وغالبا وطاني دالة مكوانة من جزء اين الجزء اللول هو الهدف الإشارة دي الجيد ايكس اللي منها سيستنج إشارة اف بريم يعني دلتين مرتبطين بناتو يعني تغير اف مرتبطة بإشارة الجيد ايكس دين الجزء اللول سالين ندزل الجزء الثاني فيما يخص الجزء الثاني دراسة دلا اف دو ايكس اللي لنا تغير دي لغادي نربطها بالإشارة اللي شف نقبل هي جيد ايكس نبدو بالسؤال اللول في دراسة دلا اف دو ايكس اذا كما كتلاحظوا معايا في الشرط السؤال اللول التحديد د دو اف عندي الدلا كتكون الجدر وكتكون من المقام دان ايكس كنتامي دو اف تكافئ الشرط اللول لغلنا داخل الجدر كيكون اكبر او يساوي صفر و ايكس يخالف صفر المقام ممكن دمج الشرطين عندي و يعني يكافئ ان اكس سيكون اكبر قطعا من صفر يخالف صفر يعني انحيدنا هاته التساوي اذا مجال تعريف دلا اف د اف هو صفر plus لان فيني اذا هذا هو مجال تعريف دلا اف كيجي السؤال كما نقول الثاني كيقول لك ادرس عند محدد د اف كيجي اكتب التاني الترميز اغ اطوال plus كنا حاول تجنب الترميز كتبوه على شكل مجال باش يبين لكم محدد د اف السؤال الثاني النهاية عند محدد د اف لدينا المحدد الاول هي zero plus يعني zero ممكن تمش ولكن جهة الاعداد يعني اليمين جهة الاعداد المجاب للميت x يقول zero plus دي f dx تساوي للميت نعوض f dx بالتعبير zero plus جهة جدر x زائد واحد على x تساوي نعوض zero زائد zero زائد 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 يعني عندي zero بقت لي للميت 1 على x 0 plus قلنا 1 لا 0 plus تعطيني النتيجة plus 2 20 كما تلاحظ معايا دعا للميت x يقول 0 يقول عدد أعطي أعطي للميت أنه كانت تأويل عندسي إذا كتبت تأويل عندسي وخام ما نطلب من فرص من ضرورة تأويل العندسية ديال نعيات cdf يقبل مقارب أنا ماذا ما دخلت الفرع اللان يعي عمودي معدلته قلنا عمودي لمح والأفاصي يعني x كتساوي 0 بجوار لان الفيني الثباب للميت عند المحدة اللولى أعطي التأويل عندسي الثباب مش نشوف المحدة الثانية اللي هي بليس لافيني لدينا نصف طبع للميت x يقول بليس لافيني ديال fdx كتساوي للميت x يقول بليس لافيني ديال جوز جدر x زائل 1 على x او وطي 1 على x بليس آفيني نتيجة تكون هي صفر جوز بليس آفيني بليس آفيني إذن نتيجة هي بليس آفيني إذن لالميت بليس آفيني أعطي بليس آفيني هنا قدما يكون تأويل عن داسي ضروري نمر من واحد المرحلة التي يجب أن نحدد نهاية fdx على x ولكن السؤال التي تطلب من نهاية تحديد نهاية حدد نهاية السؤال تقول حديد الفراع اللانهاية ضروري نظر على الفراع اللانهاية للميت قد نهاية لانفيني أعطيكم لانفيني سؤال ثلاثة الفراع اللانهاية حسب السؤال السابق لدينا حسبنا اللامت ديال x يقول بليس آفيني ديال fdx كانت النتيجة هي بليس آفيني ديال قد نهاية لانا ما كانت تأويل عن داسي المرحلة التي تجيب بعد وتحديد اللامت x يقول بليس لانفيني نحسب fdx على x ونشوف النتيجة إذن بدأ فطف طبيعي قلدينا للميت بليس لانفيني ديال fdx على x كانت ساوي نعوض fdx بالقيمة العددية ديال تابير هي جز جذر x زائد 1 على x كل شي على x طريقة بلاش نحدد النهاية كانت يوحد المقام بعد يعمل الاختاز كانت يفرق المقام هنا نفرق المقام هي للميت x يقول بليس لانفيني جذر x على x زائد 1 على x على x هي 1 x الست نحاول نختز ب x يعني نضرف الجذر في البسط المقام هي للميت x يقول بليس لانفيني نضرف البسط المقام في جذر x يعني الفوق تعطيني جذر x المقام تعطيني x جذر x زائد 1 على x والستنان أنا نختز ب x للميت بليس الفيني جذر على جذر x زائد 1 على x والستنان أو وطيب بليس الفيني الصفر هنا صفر يعني النتيجة صفر هنا النتيجة أعطيكم صفر ذا النتيجة التي لدينا في النهاية إذن نكتبونا إذن للميت x يقول بليس الفيني دي f dx على x النتيجة هي الصفر كنا إلا أعطاني تعبير للميت f dx على x صفر كنا فرع شجامي دا بيتجاه محوال الأفاصيل إذن 6 f يقبل فرع شجامي تجاه محور الأفاصيل بجواب صفر لسافين إذن سهلت مع التأويلات الهندسية يعني كل نهاية تعطتني التأويل الهندسية أنا قال لك فرع شجامي يعني f' dx يعني فرع x كما تلاحظون هنا f' ربطها g x كما قلنا في الجزء الأول هنا سيجل لكم ضر g x f قبل الاشتراق على المجدد الزيرو بلس نعفيني إذن المستقلية هي المستقلية ججز جدر إكس زائد واحد على إكس بريم إذا كان زائد وناقص ممكن نفرق بريم مشتقة هي ججز جدر إكس بريم زائد واحد على إكس بريم مشتقة ديال ججز جدر إكس قلت لكم إلا كان شي عادة تحتافظوا به لما تديرون جوا معاه يعني كاف أف لكل بريم ممكن ندير هيكا في المشتقة ديال أف إذن هنا مشتقة ديال جدر إكس هي واحد على ججز جدر إكس المشتقة ديال واحد على إكس هي ناقص واحد على إكس السيطنان هنا نختاز بات ججز جدر إذا النتيجة هي واحد على جدر إكس ناقص واحد على إكس السيطنان نتخلص من الجدر في المقام يعني نضرب في الجدر نقسم على جدر أفضل جدر إكس على إكس ناقص واحد على إكس لكل السيطنان إذا لاحظت معي المقام واحد خصني نضربنا في إكس إكس باش إلكم المقام واحد هي إكس السيطنان إذا المقام واحد هو إكس السيطنان تعطني الدالة هي إكس جدر إكس ناقص واحد إذا نلاحظت معي التعبير اللي عندي في البسط هو التعبير ديال دالة جدو إكس إذن كخلاصة أنا أف بريم دو إكس كتساوي جدو إكس على إكس السيطنان لنختش deepen نقي هذه النتيجة ديال إذا قل � prost trze إشارة دينما مجابة والستانى دينما مجاب قطعا في المقام إذا نuum tinha قطعا يمكن讲 المناقص في إشارة ديال ف'ة دلة جي دي اكس يعني أرجع الجزء الأول لا تقوم إذا كانت A جي مجابع ف' مجابع كانت جي ساليبع ف' ساليبع يعني هناك ترابط في الإشارة ديابون إذن نقصو الإشارة إذن ف'كتسوي يقولنا جي دي اكس على اكس السيطنان مهما يكون دبعنا اضرع في المجال التعريف ديال التالة مهما يكون اكس كنتامي الزارو مفتوح بلسان فيني مجال مفتوح المقام دي ما عيكون موجة اذا قلنا شكون اللي هيتحكم ليه في الاشارة ديال افريم قلنا عيير جيدو اكس اذا اشارة افريم دي اكس هي اشارة جيدو اكس يعني كما قد كانت رابط في الاشارة بين جيدو اكس او افريم يعني هي اللي ولات محكمة ليه في الاشارة ديال افريم نرجع حسب السؤال جسد الول رابعا على المجال اذا مهما يكون اكس كنتامي الزارو بلسان فين زارو واحد قلنا بان جيدو اكس سالبة او تساوي صف الحقاش قلنا واحد دخلنا اذا كان جيدو اكس سالبة وهذا موجب سالبة لا موجب اذا افريم لدينا اذا مهما يكون اكس كنتامي الزارو واحد افريم غا تكون سالبة او تساوي صف الحقاش او طيب واحد اذا كما تلاحظوا بان اربط بين جيدو اكس او افريم اذا كانت المشتقة افريم سالبة اذا دل بتناقصية المشتقة سألي بالدلات تكون تناقصية فين على المجال اللي خدمت لي دي وزيرو واحد سألت مع الجزء المجال الول بقالي المجال الثاني لدينا على المجال الثاني مهما يكون اكس كين تامي الواحد بلس نعفيني قنا بأن الجيد اكس فهذا المجال حسب الجزء الول الاربعة قلنا بأن الجيد اكس مجابا إذا كانت مجابا المجال الواحد بلس نعفيني إذن قلنا يليم حكمة لنا في الإشارة الاف بريم إذن مجاب على مجاب إذن تلغ ستكون مجابا اف إذن مشتقة عفوا مشتقة ستكون مجابا إذن ما ما يكون اكس كين تامي الواحد بلس نعفيني اف بريم ستكون مجابا إذن إذا كانت المشتقة مجابا ومن اف ومن اف تزايدية على المجال اللي ختمه لي على المجال اللي هو واحد بلس نعفيني إذن حددت تغيرت الانطلاقا من إشارة ديال الجي دي ايكس يعني أن الجي دي ايكس هي لمحكمة لنا في الإشارة ديال اف بريم الجي دي ايكس كتسمى دالة مساعدة كتعاوني باش نحدد الإشارة ديال اف بريم اللي كتعطيني جدول تغيرت اللخص هذا لا يدرك كل شي في جدول تغيرت دالة جدول تغيرت دالة اف عندي المتغير هو ايكس مجال تاريف دالة اف هو زارو بليس نعفيني اف بريم دي ايكس انا اف دي ايكس نتقرب اف بريم دي ايكس هي جدول ايكس على اكس الست نعني هنا السؤال واش ممكن نعوض بصفر ما يمكنش نعوض بصفر لحقاش المقام معمور كيكون مع الميدان دبع واصلا ما كنتم المجال التاريف دبع اشارة اف بريم ربطنا بدل جدول ايكس يعني قلنا على المجال منص قلنا منصفر لواحد سافر ما كنتم مش اف تناقص او منواحد البليس لان فيني اف تزايد انا كما قطلع دفرقنا بالعادة واحد اذا عندي واحد الصورة ديال واحد هي تأتي ج دو واحد على واحد واصلا ج دو واحد هي صفر قلنا اصلا ج كتن عادم في واحد اذا هنا صفر قبل جدر قلنا في ساليبة هنا تزايد سارتنا بالإشارة ديال اف بريم جد اكس على مجلس صفر واحد رجل ساليبة اذا 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 كانت ساليبة دلة تناقصية هنا تزايد ما زال مكمة الجدول نكتب للميت دلة لميت على زر نزر على اليام هي بليس لان فيني للميت بليس لان فيني بليس لان فيني هنا سنضير الصورة ديال اف دو واحد هنا يكفي ندر الصورة اف دو واحد اذا ساليبة مع تغيرة دلة اف مش نشوف تقعر دلة السؤال رقم خمسة تحدي تقعر دلة اف حسب السؤال السابق في المشتقة لدينا اف بريم جي اكس قطعتنا جي جي اكس على اكس ستنان يعني نخدم بالتعبير يعني انا اف سو قوند هي مش دقة دية جي اكس على اكس لكل ستنان بريم زت بريم انا زيت بريم انا علاش بيتنستغل الجزء اللول بلا ما بقى نحسب بانا في المشتقة عندي اصلا المشتقة دية جي دو اكس ممكن تبدأ منتبير اف بريم دي اكس صحح اذا كتساوي نطبق هنا دلة على دلة هي جي بريم دي اكس ضارب اكس والستنان ناقص جي دي اكس ضارب المشتقة دية اكس والستنان بريم على المقام والستنان مع والستنان سيكون السرب الجزء اللول عندي مشتقة دية جي اكس هي ثلاثة جذر اكس ضارب اكس والستنان ناقص اكس جذر اكس ناقص واحد مشتقة دية اكس والستنان هي جي اكس على اكس والستنان نعمل في البسط في اكس اكس عامل قلية ثلاثة على جي اكس ضار اكس ناقص جي عامل لازل جذر اكس ناقص واحد على اكس والستنان نختاز ب اكس في البسط المعقام هي ثلاثة اكس جذر اكس ناقص انشرة اهدي هي جج اكس جذر اكس ناقص مع ناقص هاته اللي زائد جيج جيج لكل على اكس وثلاثة نحاول عندي نوس المتغير نحاول نجمع ناقص اكس جذر اكس على جيج زائد جيج لكل على اكس وثلاثة نوحد المقام تساوي ناقص اكس الجذر اكس زائد اربعة على جيج كل اكس وثلاثة نهبط جيج للمقام اتولي جيج اكس وثلاثة نعمل في البص بناقص اتقطي اكس الجذر اكس ناقص اربعة هذه ادوة تابير للأف سوغوند داني لغا نقص اشارة اف سوغوند لدينا على المجال تعريف الثل لهو مهما يكون اكس في المجال التعريف لهو زير بلس لانفيني كما كتلاحظ معايا المقام فهذا المجال هذا دي مجيج اكس وثلاثة غتكون مجال اشارة اف سوغوند هي اشارة البسط اشارة اف سوغوند ندير العكس دياله اتناقص هذه نخلي والتنبال اذا نخدم على اف سوغوند اف سوغوند دي اكس تساوي صفر تكافئ نخلي والتنبال هي اكس الجدر اكس ناقص اربعة تساوي صفر الفكرة انني ادخل اكس داخل الجدر ادخل اكس وستنان جدر اكس ناقص اربعة تساوي صفر ولكن ما جيت ادخل الجدر اكس لنخدم احد المجال الموجب عندي الحق ندخل اكس لان اكس كنتام من اعداد الموجاب اكس كنتام المجال زيرو بليس افين يعني عدد موجب قد عرف بان الجدر اكس الستين يخرج كيف القيمة مطلقة تكافئ عندي هنا جدر اف جدر ب يعني ممكن نخل كل شي داخل الجدر جدر اكس وستين في اكس ناقص اربعة تساوي الصفر تكافئ هو جدر اكس في اكس وستين يا اكس وستين ناقص اربعة تساوي الصفر ندير أربع للطرف لاخر اكس وستين تساوي اربعة لتخلص من جدر مربع نرفع وستين هي اكس Psychology كتساوي 4 أس 2 هي 16 نرجع 16 للطرف الآخر تساوي صفر هنا بنت لها متطابقة هامة من درجة ثالثة هي 16 هي جوج أسلادة تكافي قلنا هي إكس أسلادة ناقش جوج أسلادة تساوي صفر هذه متطابقة هامة هي إكس ناقش جوج إكس أسلادة زائد جوج أسلادة زائد جوج أسلادة هي أربعة تساوي صفر تكافي هذا جدا عددين يساوي صفر يعني إكس ناقش جوج تساوي صفر أو هذه إكس أسلادة زائد جوج إكس زائد أربعة تساوي صفر تكافي إكس هنا تساوي ناقش جوج أو هنا سنتعم مع معادلة من الدرجة الثانية يعني أختم بضلطة نتلاقي هي صفر من صفر إذن ليس لها حل في A لها حل في A إذن أنا إكس كتساوي زائد جوج عفوا وهدجوج كتنتعمل مجالنا اللي كنخدم عليه اللي هو زيرو مفتاح بالإسلام فيني إذن عبارة عن حل إذن جدول تقاعر ستفرق بالعادد جوج إذن ندير جدول تقاعر الدالة قبل ما يمشي لجدول التقاعر نهضر على جدول إشارة دي لها الدالة هذه اللي محكمة لها في الإشارة دي الأبسابون ندير جدول إشارة دي لها هذه ومن بعد نستندج جدول تقاعر إذن قلنا المتغير هو إكس مجال التعريف هنا إكس مجال التعريف أختم عليه زيرو بليس لها فيني الدالة اللي درسنا هي إكس جدر إكس ناقص أربعة ولكن أنا كنقلب على ناقص المقابل يلادي ناقص إكس جدر إكس ناقص أربعة إذن قلنا الإشارة تفرقت بالعدد الجوش يعني كنت ناعد معنا يعني قبل أن ندير ناقص عكس الإشارة هنا إشارة ولكن إلا لاحظة الإختلاف من هنا كن ناقص يعني ندير العكس يعني هاته اللي هنا زائد نكمل هنا وندير ناقص إذن ممكن قلنا الإشارة دي الأبسابون مرتبطة بهذه الجدول مرتبطة بالجدول الإشارة دي الأبسابون ناقص إكس جدر إكس ناقص أربعة إذن جدول تقع عر قلنا تفرق بالعدد الجوش يعني نزيل العدد الجوش قلنا أف سوقوند قلنا أعد معنا على حسب الدراسة اللي درنا أف سوقوند ساوي صفر إلا كان إكس كيساوي جوش إذن إشارة قلنا ربطة ناقص إكس جدر إكس ناقص أربعة إذن إشارة مجابة سالبة إذن قلنا إلا كان إشارة مجابة كيكون تحدد هنا هيكون تقع عر العكس دي اللغة العربية يعني بيناتهم إلا لاحظة معايا ناعد مت دالة في جوش إف سوقوند وتغير تقع عر دالة بيناتهم كيكون نقطة كيسميها نقطة إنعطاء كتبونا نقطة إنعطاء نعطيها الإحداثية تسمي النقطة ذات الإحداثية جوش والصورة دي الجوش يعني جوش وأف دي الجوش هذه هي نقطة الإنعطاف يعني لتغير تقع عر دالة لون عدمت لنا في عدد إف سوقوند إذن نقول بأنها كانت نقطة الإنعطاف ذات الإحداثية جوش والصورة دي الجوش دان ساديساً معادلة الممس لسيدة أف عند إكس صفر كتساوي واحد دان معادلة الممس بصفة عام إغريك تساوي أف إكس صفر أف بريم دي إكس صفر ناق إكس ناقص إكس صفر زائد الصورة دي الإكس صفر إكس صفر إكس صفر عندي هنا هو واحد ممكن نعوض به تساوي أف بريم دي واحد إكس ناقص واحد زائد أف دي واحد هاد أف بريم حساب أف بريم دي واحد عنا أف بريم دي إكس كتساوي جي دي إكس ناقص على إكس و ستنان إلا عوض طيب واحد إدم أف بريم دي واحد غتساوي الجي دو واحد على إكس و ستنان والجي دو واحد راقلنا كتساوي صفر حسب الجزء اللون إذن كتساوي صفر إذن صفر في هذا الشيء يبقى صفر والجي و أف دو واحد هي جوج جدر واحد زائد واحد على واحد إذن هي ثلاثة إذن معادلة المماش كل حاجة نعوضها بلاست إذن أف دو واحد هي ثلاثة نعوضها هنا في ثلاثة هذا الصفر يعني صفر في أي عدد إذن إجريك الصفر في إكس نعوض هذا كتساوي صفر هذه كتساوي إذن ثلاثة زائد ثلاثة ثلاثة صفر في أي عدد صفر إذن إجريك كتساوي ثلاثة إذن آخر السؤال هو ورسم منحانة دالة سلاثة إذن باش نرسم منحانة دالة آف ناصع عدنا نسحكم هو أنك خصك ترسم النقاط الانعطاف ومالولي والمماسات والمقاربات هنا عندي من النقطة الانعطاف فالنقطة ذات الإحداثية منحانة دالة آف دالة هذي نقطة انعطاف وعندي مماس في النقطة سبل مهاب ب دات الإفصول واحد آف دالة آف دالة آف دالة آف دالة آف دالة آف دالة آف يعني بالنسبة للمماس كنرسم ويراك يعني قطعة صغيرة يعني كين مماس فض النقطة هاتي نمشي نحدد نقطة الآن إذن نلح سبتها تعطيكم ثلاثة فاصلة ثنين وثلاثين يعني أن النقطة ذات الإحداثية تجوج ثلاثة فاصلة ثلاثين وثلاثين تقريبا هتكون هنا اسمها ب إذن دالة قبل مقارب عمودي بجواز زرا بلوس يعني دالة تجي تابع آد محوال آراتي بغاد جي يعني كين تمس هنا وترجع دالة تزايد الآن في جدول تغير إذا أقلت إلى دالة آف المزبج دول تغير دالة آف تقريبا هو هذا يعني الدلاج التناقص هي حتى النقطة واحدة الإحداثية ثلاثة وكين ما مس هنا ورجع التزايد يعني ولكن نحفظ على التقاعر حتى الجوج قبل تجد التقاعر تور كين الصيفر الجوج بلوس نعم فيني يعني من الصيفر الجوج دالة قد ترسم بهذا الشكل يعني ها هو يعني أنا أرسم هذا الشكل يعني كانت بعد التقاعر اللي عندنا وفي الجوج بلوس لعن فيني غير تقاعر يعني اشتركوا في القناة